بدأت شبكة نيتفليكس في اختبار ميزة المشغل المصغر المنبثق على منصتها الشبيه بخاصية تعدد المهام على الهواتف الذكية بشكل مبسط مشاهدين فهذه الميزة تسمح بتشغيل المحتوى في صندوق صغير داخل الشاشة يمكن تحريكه والتحكم في حجمه ما يسمح بالمشاهدة وفي نفس الوقت بتنفيذ مهام على الجهاز ويمكن المستخدمين تشغيل المشغل المنبثق هذا من المشغل الرئيسي من خلال أيقونة في شريط الأدوات بالأسفل بجانب أيقونة الانتقال للفيديو التالي نبقى معكم في أخبار نيتفليكس حيث أعلنت الشركة أيضا عن تجربة مشاهدة تفاعلية هي بصدد العمل عليها المشروع الذي يحمل اسم بروجيكت ريمبل باك إن كان هذا صحيح سيمنح مشاهدي نيتفليكس على هواتفهم الذكية قدر أكبر من التفاعل فمثلا ستهتز الشاشة في بعض المشاهد والأصوات حيث سيتم تشغيلها بشكل مختلف بحيث يشعر المشاهد في مشاهدة الانفجار أو مثلا المطاردات بأنه جزء من هذا المشهد ويتوقع أن تؤثر هذه الخاصية على حجم استخدام تطبيق نيتفليكس على الهواتف حيث يتوقع أن تجعل التجربة المميزة أعداد كبيرة من الناس تلجأ لاستخدامها أكثر من الحواسيب أو حتى على التلفزيونات الذكية في سبيل تجربة مشاهدة تفاعلية